ترجمة نانسي قنقر شدد مجلس بلدي المحرق في جلسته الاعتيادية على استبعاد فكرة تحويل عملية بيع الزوايا الكترونية التي تقدمت بها وزارة الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني مؤكدين على أن هذا النظام لو تم تطبيقه فإنه قد يؤدي إلى تغييب دور المجلس بالإضافة إلى صعوبة التظلم في حال تم رفض الطلب في حالة المجلس البلدي اليوم رفضنا مقترح الوزير وهو بتحويل اللجنة الزوايا إلى لجنة الكترونية نظر لما يتسبب عليه من أدة سلبيات من أهم هذه السلبيات اللي بتترتب على تحويل اللجنة إلى النظام الكتروني ولازم نعرف أن اللجنة هذه قديمة جدا متأسسة في سنة 1991 ومستمر لحد الآن من أفضل ما يكون وتحتوي على 13 جهة خدمية فمن الصعوبة أن يتحول نظام الكتروني بهذا الحجم من وجود الخدمات الموجودة فيها وأي رفض من أي جهة بيتسبب في النظام الكتروني أن يرفض الطلب بغض النظر عن مسبباته فهذا اللي خلانا نستران اليوم أن نطلب من الوزير إعادة النظر في هذا القرار كما بحث المجلس فكرة إيجاد حلول بديلة لحل أزمة أكياس القمامة التي يعاني منها أهالي المنطقة نظرا لعدم توافرها بشكل دائم وارتأى الأعضاء أن يتم توفير غسائم شرائية تقدمها البلدية للمشتركين لسد النقص على اعتبار أنها حق مكتسب للمواطنين بعد الرجوع لحقيقة المشكلة نلاحظ بأن المشكلة تاكمون في أن الجهة المعنية تقوم بإجراءات معينة للتعاقد مع بعض الجهات لتوفير هذه أكياس القمامة وهذه الإجراءات أحيانا تأخذ مدة طويلة كطرحة للمناقصة ومن ثم هذه الإجراءات يتحمل طبعا تأخيرها المواطن والمستفيد لذلك نحن قمنا باقتراح فكرة جديدة وهي أن يعطى في فترة انقطاع صرف طبعا أكياس القمامة يعطى الزبون أو يعطى المواطن كوبون من خلال التعاقد بين بلديات المحرق وبين إحدى الجهات التجارية سواء سوبر ماركتات الكبيرة يعطى كوبون يصرف من خلال أكياس هذه القمامة ومبررات هذا الكوبون يأتي في يعني ظل رغبة حقيقة المجلس البلدي في تطوير هذه الخدمة لا يجوز في الحقيقة انقطاع خدمة توفير هذه الأكياس القمامة لأنها تتعامل مع ملف جدا مهم وهو ملف الصحة العامة وناقش المجلس مع ممثل إدارة المرور والترخيص فكرة فرض رسوم على مواقف السيارات في المحرق القديمة لا فتين إلا أنها مكتظة بالسكان فضلا عن إنها تعاني من أزمة مواقف حقيقية وبالتالي فإن فكرة فرض رسوم على مواقف السيارات قد تولد أزمة أخرى من جانب آخر طالب الأعضاء وزارة الإسكان بتعديل أوضاع بعض المشاريع الإسكانية في منطقة لبسيتين تجنبا لحدوث ازدحام واكتظاظ في المنطقة ووصل المجلس إصراره على أن يتم تخفض التعرفة الكهربائية على الجهات الخيرية خول اللي جرينيس لمركز الأخبار تلفزيون البحرين